النجم العربي المصري اللي احنا كنا اول ما بلش لما رعب بازل بعدين ها اول تشيلسي كنا نحس انه والله المصريين بيبالغوا فيه خلينا نكون صراحين جوا كثير مننا ناس كان يقولوا والله المصريين بيبالغوا فيه هذا بالبدايات لكن المصريين طال عندهم طول نظر رهيب في هذا الموضوع بعد ذلك بعد روما كنا نحكي ممتاز مع لي بربول جاب قول جاب قولين ثلاثة نعم فخر العرب ومبالغات شوي كانت عم تيجي بس الان مرحلة المبالغات انتهت احنا العرب بنحب اي لعب عربي بلعب باوروبا لو يلعب رمي التماس بنحتفل فيه ولو يلعب رمي روكنية بنحتفل فيه ولو جاب قول بنحتفل فيه احنا هيك حرين بنحب لعبتنا بس صلاح تحديدا صلاح صلاح باستثناء كل لعبيننا مع انه عنا لعبين كثير مميزين وناجحين ومستوى دولي عالي جدا بلعب في اوروبا بس صلاح تحديدا الموضوع ما عاد مجرد لعب ناجح ولا مش ناجح الموضوع اللي بتحكي فيه انه صلاح ممكن يكون هو حاليا افضل لعب في العالم فعلا يعني قبل ايام كنت عم بحكي مع صديق وقال لي يعملوا فيديو وانا عشان يكي بصراحة بديش حتى عن مباراة سيتي ولي بربول لاني قلت خلاص بعمل الفيديو هين هذا المقطع بالمباراة كلها فكنت احكي معاه بقول له كان في معلغ ناس اي معلغ صراحة فكان يقول ميسي نايمار رونالدو فبقول له ليش ميسي نايمار رونالدو لازم ميسي رونالدو صلاح او صلاح ميسي رونالدو حاليا بالثلاث سنوات الاخيرة من 2018 اليوم ما بيقلش عن هدول اتنين الاساطير الرائعين الخارقين صلاح ما بيقل عن هدول اتنين صلاح ما بيقل عن ميسي وكريستيانو من 2018 انا كمسيرة لا غير هم بس من 2018 قارنه أرقاماً قارنه حسماً قارنه دوره التكتيكي بالدفاع وبالهجوب مع البربول من أهم وسائل الضغط العالي ومن أهم نقاط الارتكاز التكتيكية ومهرياً شوفناه مع الستي وارك شو بقدر يعمل وجرؤته وتمركزه وفهمه للعب وارتكاز فريق كبير عريق عليه ودوري أبطال ودوري وأرقام وإنجازات كل هذا بيخليه يعني سوري أنا نيمار آه ممكن من البلايستيشن لو بلعب بنيمار حيكون أحسلي من صلاح براور بس أنا نيمار اللي شفته أنه صلاح عمل أحسن من نيمار حتى الآن من يوم ما طلع نيمار على برشلونة يعني طلع حتى من طلع من برشلونة صلاح اللي عمله أحسن من نيمار بلعب بالدور الفرنسي هداك هذا بلعب بالدور الإنجليزي هذا الفرق يعني صلاح بلعب دوري أصعب ورغم ذلك بالز أكثر وبيجيب تقريباً نفس الأرقام الروح على إنبابي إنبابي لعب رائع جاب كأسي العالم مع فرنسا بس إنبابي مع سان جيرمان لعب ممتاز وصلاح مع ليفربول لعب ممتاز وفي دوري أصعب وبالتالي ما بصير أني أقول إنبابي أحسن من صلاح ولا لأني أنا حاسس أنه حيكون أحسن من صلاح ببساطة هالند لا صلاح أحسن بكل شيء بكثير مسافات فإنه إحنا الآن مرحلة إنه إحنا منفتخر فيه ومنطبله على جولك البعض وأبصر شوه عشانه عربي هذي هذي انتهت وما في إنسان عم بيحضر كرة قدم حتى الآن ممكن يشوك بصراح درة شكل يعارب أنا عملت قبل ما أعمل هذا الفيديو ومتبلاش الناس تعتبرني مجنون بعد الضربة اللي أكلت عراسي وهذا ولك هذا مجن فدخلوني مستشفى ولا شيء قلت لا ده دوة فشوفت صحفيين إنجليز شوفت لاعبين إنجليز سابقين الكل مجمع على ذلك إنه صلاح إذا ما نيجي نحكي من منطق صلاح لاعب بستاهل يفوز أحسن لعب العالم طبعا ما سألت حسن لعب عربي بالتاريخ هاي انتهت زمان يعني هاي ما ضلش فيها نقاج فصلاح لا تقول ليش ميسي رونالدو نايمار زي ما كنا حفظين من 2015 لا تغيرت صلاح بنحط ضمن أي ثلاثة صلاح لاعب ما بيقل عن أي لاعب كرة قدم حاليا بلعب بكل بساطة وهذا الشيء اللي بفتخر فيه كعربي ولازم المصر يفتخر فيه ويحتفل فيه ويطبله كمان للأبد إنه صلاح اللي بيعمله واللي بيحسمه ودوره بعيدا عن الأهداف وصناعتها دوره عظيم بفريق عظيم بيلعب بأهم دوري وبيقدم واحدة من أقوى أسليف كرة القدم في أوروبا كلها نوصل هون لنهاية دردش إنجليزية اللي بذكركم تتركونا اللايك عليها وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى